انطلقت صبيحة اليوم عملية تصويت للانتخابات التونسية للجالية التونسية المقيمة بالجزائر على مستوى مقر الصفارة التونسية والتي عرفت اقبالا معتبرا للجالية التونسية والطلبة التونسيين والتي ستدوم إلى غاية يوم الأحد وقد وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة مراكز اقتراع في مختلف ولاية الوطن هذا لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية التغطية لعبد الرحمن صدحين والحقيقة شرفونا اليوم وجيوا البلوبار معناها المجوريتي انتظاراتنا انه تكون فما فرص كبيرة للشباب في تونس اليوم كطالب تونسي معناها كمواطن قبل كل شيء من حقي ان ينمارس حقي الانتخاب هذيئة وهذا واجب اتباع الحال هو حق واجب في نفس الوقت بالمناسبة هذي نضع ادعو معناها الناس كل اللي بتخلفوا وإلا ما زالوا ما جيوش انهم يجيوا ويمارسوا حقها ماذايا ترجمة نانسي قنقر